في أوروبا يصفون الأسد بالرجل السيء في دمشق كلام قيل منذ سبعة أعوام ولو قيل بعدها لن يكون إلا للاستهلاك الإعلامي وفق محللين أكدوا أن الحقائق المخفية تعاكس تماما مظهر فالأسد لم يعد سيئا على ما يبدو بعد اليوم سننسى أن هناك أوروبا على الخارطة لم ينسى الأوروبيون بعد هذا المؤتمر الصحفي لوليد المعلم وزير خارجية النظام الذي رسم فيه خرائط على هواه معلنا أن نظامه سينسى أوروبا ويتجه شرقا يعلم المعلم جيدا أن أوروبا لن تنساه مهما حصل منذ أكثر من عامين تشهد دمشق تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة زيارات لوفود برلمانية كما لو أنها حريصة على بقاء النظام في السلطة وتعاونه مع الغرب لحمايته من فزاعته الأزلية المتمثلة بالإرهابيين إيطاليا التي فتحت الباب لهذا التعويم استقبلت بدايات العام الجاري كبير مخابراتي النظام علي مملوك بعد أن تكفلت بإرسال طائرة خاصة لتقله من دمشق زيارة جاءت كرد لنظيرها ألبيرتو منتيني الذي زار العاصمة منذ أكثر من عامين ليست إيطاليا وحدها وفود برلمانية فرنسية وبلجيكية تلتها زيارة لوفد ضم برلمانيين وأعلاميين احتفى بهم بشار الأسد لماذا؟ طالما أنها تتزامن مع تصاعد الهجمات الإرهابية على أوروبا فرصة يبرعه ونظامه في استثمارها بعرض خبرات أجهزته الأمنية لحماية الأوروبيين من أي تهديدات مستقبلية تفرح الوفود بهذه العروض متناسية عرضا أسوأ قدمه النظام بداية الثورة على لسان مفتيه بدر الدين حسون الذي قال وأقولها لكل أوروبا أقولها لأمريكا سنعد استشهاديين هم الآن عندكم الدائرة تتوسع أكثر بورود أنباء عن دراسات تعدها دول أوروبية لتقديم مساعدة لنظام الأسد مالية ستكون على الأغلب علها بذلك تخفف من وطأة ضغط لاجئين باتت تعرض عليهم أموالا هم أيضا ليعودوا لبلاد يسيطر الأسد على أكثر من ثمانين بالمئة من مساحتها سيئة هي التوقعات التي تتحدث عن انفتاح أكبر للأوروبيين عليه سيكون خيارهم المفضل سياسيا واقتصاديا بعد فشل المعارضة بتقديم نفسها كبديل عنه لكن الأسوأ استهانة من يدعي منصرة حقوق الإنسان بدماء آلاف من السوريين سفكت على أيدي من تبتسم لهم وفود ما زالت أوروبا تقول إنها غير رسمية العارف بالشأن الأوروبي يعلم زيف هذه التصريحات ويعلم أن هذه التحركات لا تعكس إلا تغيرا في المزاج العام الأوروبي الذي استفاق فجأة وقرر ضرب القيم الأوروبية في الحرية والكرامة عرض الحائط شكرا شكرا